سوف نشرح بإذن القاعدة الثانية في unit 10 وهي حاجة بسيطة جداً ولكن محتاجة تركيز وحفظ أول حاجة عندي استخدام 1 سأستخدم 1 في A يقولك تستخدمها بدل من تقرار الاسم المفرد في الجملة يبقى عندي اسم مفرد عايزة قراره مش هقوله مرتين تمام؟ هقول 1 بدل من تقراره يعني إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى عايزة قرار كلمة كار دي بس مش عايزة إيه؟ أقولها مرة تانية فأقول يبقى تاني باستخدم 1 دي تستخدم بدل من تقرار الاسم المفرد في الجملة باستخدمها بدل من تقرار الاسم المفرد في الجملة تمام؟ طيب يبقى 1 بدل من تقرار الاسم المفرد يبقى 1 بدل من تقرار الاسم الجمع يبقى إيه؟ إلا أنا إيه؟ بامتلكهم تمام؟ يبقى تاني أول نقطة معايا باستخدم 1 في إيه؟ باستخدم 1 بدل من تقرار الاسم المفرد في نفس الجملة تمام؟ طيب باستخدم وانصف ايه بدلا من تكرار الاسم الجامع في نفس الجملة تمام كده يا شباب؟ تمام طيب بعد كده الفرق بين زيس وزيس طيب زيس وزيس هي اصلا دول ايه؟ دول اسماء اشارة تمام؟ دول اسماء اشارة طيب يعني هذا او هذي طيب زيس بتيجي بعدها طبعا الاتنين دول زيس وزيس بيدلوا على اسم اشارة للقريب تمام؟ زيس وزيس بيدلوا على اسم اشارة للقريب تمام كده؟ طيب زيس بيجي بعدها اسم مفرد وزيس بيجي بعدها اسم جامع واشارة المين؟ للقريب تمام كده؟ تعالي نشوف المثالين اللي في الاول زيس كار زيس كار يبقى هذيه السيارة دي زيس بيجي بعدها اسم ايه؟ مفرد بيجي بعدها السيارة دي ايه؟ قريبة ولا مش قريبة؟ قريبة طب زيس بوك هه؟ زيس بوك زيس بيجي بعدها اسم إيه؟ جمع يبقى الكتب دي قريبة من الشخص ولا مش قريبة؟ قريبة تمام؟ يبقى زيس وزيس اسم إشارة للقريب زيس بيجي بعدها كلمة مفرد وزيس بيجي بعدها كلمة جمع تمام كده؟ طيب بالنسبة لذات وزوس الفرق إن الإسم الإشارة للبعيد تمام؟ إسم الإشارة لمن؟ لشيء بعيد عني تمام؟ لما أقول زيس زي هذا وتلك في اللغة العربية تمام كده؟ لما أقول زيس بيجي بعدها اسم مفرد يبقى هنا ممكن أشيل زيس بقول زيس صح كده؟ بس هتبقى السيارة دي إيه؟ بعيدة عن الشخص وممكن أقول هنا بشيل زيس بقول زوس تمام؟ وهتبقى برضو الكتب دي بعيدة ده الفرق إن ده للقريب ودول إيه؟ للبعيد تمام كده؟ بس هي دي دي يعتبر القادة التانية وهحل عليها بإذن الله في الفيديو الجاي وربنا معكم بالتوفيق لا تنسوش تعملوا شيروا لقناة عشان تفيدوا أصحابكم بحل الكتاب وشرح إيه؟ كل المنهج بإذن الله وربنا معكم بالتوفيق شكرا لقناة عشان تفيدوا شكرا